السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله معنا درس نحو كانة واخواتها. الدرس سهل جدا بس شوية تركيز ويرين وان شاء الله يكون سهل جدا جدا معاكم. الافعال عندي منها التام والناقص. يعني ايه تام ويعني ايه ناقص? الفعل التام اللي انا لما بلاقي معاه فاعل بكتفي بهم وبفهم الجملة. زي شرب الولد. خلاص انا كده فهمت او وصلني ان الولد قام بالشرب. يعني شرب خلاص. يعني انا استفدت حاجة. فالفعل هنا ده تام. يعني بيكتفي بوجود فاعل معاه وبس. الاسم اللي معاه بنعتبره ده الفاعل. وبس كده خلاص فهمنا الجملة. طب يعني ايه فعل ناقص? الفعل الناقص اللي هو مش بفهم منه حاجة لوحده معاه. الاسم اللي بيجي لي لو قلت كان الولده. كان الولده ايه? ما فهمتش حاجة. فانا لازم الاقي كلمة كمان علشان افهم. انا مش فهم حاجة. فكان. كان الولده. عشان كده بقول كان واخوتها دي افعال ناقصة. انا لازم اقول كان الولده مجتهدا عشان افهم بقيت. الكلام افهم الجملة بتاعتي. كان هنا لو تلاحظ بقى معاها. دخلت على جملة اسمية اللي هي الولد مجتهد. احتاجت معايا الاسم اللي هو المبتدأ وكمان الخبر. تمام? عشان كده بقول عليها فعل ناقص. هي الوحدها مش كافية في الجملة. ناقصها حاجة. تمام? الحاجة دي اللي هو الخبر. طيب. طب ليه بقول عليها افعال ناقصة ناسخة. طب انا فهمت يا ناقصة ليه? عشان هي الوحدها بس فعل ناقص. مش زي شاربة مثلا او مش زي اكلة او مش زي اي فعل. انا بفهم منه حاجة. طب ناسخة يعني ايه? كلمة ناسخة معناها مغيرة. يعني ايه مغيرة? يعني بتغير شكل الجملة. ازاي بتغير شكل الجملة? بترفع المبتدأ وبيسمى اسمها وبتنصب الخبر ويسمى خبرها. عايز افهم اكتر. الجملة بتاعتي كان الولد مجتهدا. لو تلاحظ هنا كلمة مجتهدا جات لي هنا منصوبة. تمام? ايه اللي خلى الكلمة دي تبقى منصوبة وجود كانة في الجملة? غيرت شكلها. طيب نفهم اكتر واكتر بالامر. كانة واخوتها افعال ناقصة ناسخة. تدخل على الجملة الاسمية. ترفع المبتدأ ويسمى اسم كانة وتنصب الخبر ويسمى خبر كانة. يبقى هي بتعمل ايه في الخبر? بتنصبه. مش بس كده وما بيبقاش خبر. ده اسمه خبر كانة. او طبعا اي حد من اخوتها. والمبتدأ كمان بيسمى اسم كانة. طيب عدد اخوات كانة دولة كام واحد. كانة واخوتها حداشر فعل. كانة صارة ليسة اصبحة اضحى ظلة امسة باتة ما زالة ما برحة ما فتئة ما مفكة ما دامة. ومش بيجوا كتير اللي تحت دولة اللي فوق هم اكتر بيجولي في اكتر الاشكال يعني تمام? بس لازم تكون عارفهم كلهم وتكون عارف ان انت معاك تلاتاشر فعل. طيب اصبح معناها في الصباح. واضحى معناها في وقت الضحى. ظل اثناء النهار. امسة في المساء. وباتة في الليل. صارة بتفيد التحول من حال لحال. اما ليسة فبنقول عليه فعل جامد ناقص ناسخ من اخوات كانة. يعني ايه جامد ناقص ناسخ? طيب ناقص وعرفناها ان هو الوحده مش كافي مع المبتدأ او مع الاسم. لازم يحتاج الخبر كمان. طيب ناسخ يعني ايه? يعني مغير بيغير الخبر وبينصبه وبيسميه خبره. وكمان الاسم ببقاش اسمه مبتدأ بيبقى اسم الفعل ده اللي عندي. سواء ليسة او ظلة او اضحى او اصبح او كانة او اي حد من دول. طب يعني ايه فعل جامد? فعل جامد يا ولاد يعني شكله ما بيتغيرش. هو زي ما هو كده. ليسة. شكله ما بيتغيرش خالص عن كده. لكن كان ممكن لقيها صورتها بتتغير شوية. ممكن لقيها مضارع يكون. ممكن لقيها كن. اصبح يصبح اضحى. اه يعني عارف اللي هو. ممكن شكله يظل يمسي. شكل الكلمة بتتغير. شكل الفعل بيتغير. اه ممكن يكون مضارع. ممكن يكون امر. ممكن يكون ماضي. اما ليس. هي ليسة بس. هو فعل كده جامد. شكله كده ما بيتغيرش. جامد يعني ما بيتغيرش. لو جالي جملة وقال لي القطار سريع. وقال لي دخل عليه كان او احد اخوتها. اتفقنا ان كان او احد اخوتها لو دخلوا على الجملة. هتحول. القطار دي اللي هي المبتدأ. دي جملة اسمية. القطار سريع. القطار مبتدأ مرفوع على ما ترفعه الضمة. سريع خبر مرفوع على ما ترفعه الضمة. طيب. لو دخلنا عليها كان او احد اخوتها بنقول كان القطار سريعا. ايه اللي حصل في في الجملة? القطار بقى اسمها. اسمي كان وفضلت مرفوع زي ما هي. اما سريعا بقى اسمها تحولت من خبر بس في الجملة الاسمية لخبر كان وتغير شكلها من مرفوع لمنصوب. اذا كان دخلت على الجملة الاسمية. جعلت المبتدأ. يسمى اسم كان تمام? والخبر يسمى خبر كان. الاسم اللي هو اسم كان هيبقى مرفوع باي علامة رفع تكون عندي. سواء تضمة سواء الالف سواء الواو. حسب الكلمة اللي عندي هي مسنة ولا جامعة مذكر سالم ولا جامعة تكسير ولا مفرد حسب الكلام. وسريعا نفس الوضع هتكون منصوبة برضو باي علامة نصب. احنا متعلمينها. يعني لو جالي مسنة هيبقى منصوب بالياق. لو جالي جامعة مذكر سالم منصوب بالياق. لو جالي جامعة مؤنس سالم هيكون منصوب بالكسرة. وهنشوف ده برضو في الجمل وفي الامثلة اللي جاية. لو قالي الطلاب مجتهدون. هي تجات لي الطلاب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ومجتهدون خبر مرفوع. وعلامة رفعه ايه? الواو لانه جامع مذكر سالم. طيب لو دخلنا عليها اخ من اخوات او اخت من اخوات كان هنلاقيها صار الطلاب مجتهدين. ليه حاولنا مجتهدون لمجتهدين? لان احنا اتفقنا ان مجتهدين هتبقى خبر صارة منصوب وعلامة ونصبه ليه لانه جامع مذكر سالم. في التحويل هيجي يديك الجملة ويقول لك ادخل كان او احد اخواتها. ولازم تاخد بالك انك تغير الخبر وتشوف علامة الاعراب ايه? عشان ما تطلخ بطش. ازن المبتدأ بيتحول اللي اسم كان مرفوع. والخبر بيكون برضو خبر كان منصوب. سواء كان او احد اخواتها حسب الجملة اللي عندي. وعلامة الرفع كمان هتكون حسب الجملة اللي عندي. لانه ممكن الرفع يكون زي ما اتفقنا. اما بالضمة او بالالف او بيقول لي كان المعلمان تلميذيني. المعلمان كانوا قبل كده تلميذيني. يلا نعرف مع بعض. كان فعله ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. المعلمان اسم كان مرفوع علامة رفعه الايه? الالف لانه مثنى. طيب تلميذيني. خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لانه مثنى. صارت تلميذاني معلميني. الجملة هنا ايه? الجملة هنا مثنى. عشان كده قلنا. تلميذاني. اسم صارت مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى. ومعلميني. خبر صارت. ها? برافو. منصوب وعلامة نصبه الياء لانه مثنى. طيب. ليس المؤمنون كاذبين. يلا نعرف مع بعض. ليس فعله ناقص ناسخ مبني على الفتح. المؤمنون اسم ليس مرفوع. وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. وكاذبين. خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. ما ننساش علامة الاعراب لانه هو بيلعب في النقطة دي في الامتحان. بيجيب لي مسلا يقول لي صح صوب الخطأ ويجيب لي مسلا صار التلميذاني معلمان. لازم تاخد بالك ان صار بتغير الخبر وبيكون منصوب. اه وكان المؤمنون كاذبون ويقول لك حول او اه صحح الخطأ يبقى كاذبين. يجيب لي التلميذان معلمان ويقول لي دخل عليهم كان او احد اخوتها. لازم تاخد بالك انك لازم تغير علامة اعراب الخبر. جميل وتغير الكلمة. بيقول لي اصبحت الطالبات ناشيطات. ادي كلمة جديدة جبنا اصبحت. طيب يلا نعرفها. اصبح فعله ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. والتاء حرف للتأنيث. الطالبات اسمه اصبحت مرفوع وعلامته رفعه. اتضم ناشيطات خبر اصبحت منصوب. ناشيطات جمع مؤنث سالم. علامة نصبه بتكون ايه? بتكون الكسرة لانه جمع مؤنث سالم. كن صادقا. الشكل تغير بدل كان. قلنا ممكن يكون كن او يكون. طيب كن. فيه في الجملة دي حاجة جديدة. كن. المفروض ان هنا فين الاسم بتاعي. كن هنا فعل امر. طيب تعالوا نشوف اعرابها ايه? كن فعل امر ناقص مبني على السكون. فعل ناقص ناسخ فعل امر ناقص ناسخ مبني على السكون. طيب فين يا ترى اسمها? هو المفروض الجملة ايه? كن انتا. يبقى هنقول اسم كن. ضمير مستطر تقديره ايه? انتا. لاني بخطبك انت. فهنا ده ضمير مخاطب. الضمير المستطر هنا هيكون ضمير مخاطب. تمام? وصادقا هعرابها عادي خالص. هتكون خبر كن منصوب علامة نصبه الايه? طيب المعلم مجتهدن. حول هالي. كان المعلم مجتهدن. جميل. نصبناها بالفتح لانه ايه? ها? لانه مفرد. رائع. طيب. المعلمان مجتهدان. خلي بالك دي مثنة. يبقى لازم اخد بالي ان في المسنة لازم اغير شكل الايه? شكل الخبر. اشوف علامة النصب بتاع بتاعته هتكون ايه? عشان كده قال لي اصبح المعلمان مجتهديني. نصبنا بالايه? بالياء? لانه مثنة. لان الخبر اصبح مثنة. طيب المعلمون مجتهدون. ده جمع مذكر مرفوع علامة رفعي. الواو ما نساش اغير برضو. هقول امسى المعلمون مجتهدين. بقى مجتهدين خبر امسى منصوب. وعلامة نصب هلياء لانه جمع مذكر سالم. والمعلمون كلنا عارفين هتبقى اسم امسى مرفوع. وعلامة رفعه الايه? الواو. لانه جمع مذكر سالم. بس هي دي اللعبة اللي في التحولات او اللي في الاعراب. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. المعلمات المجتهدات. طيب لما اجي احول او اجي ادخل اسم كان او احد اخواتها. هقول ايه? هقول تظل المعلمات مجتهدات. ليه? تظل جابهة اليهيت في حالة المضارع. ما فيش اي مشكلة خالص. ظل تظل. يبقى المعلمات مجتهدات لازم احط له كمان هنا كسرتين. تمام عشان تبقى منصوبة بالكسرة لانها جمع مؤنف سالم. يبقى الخبر سواء كان هيكون اسم المبتدأ بتاعي هيكون اسم كان مرفوع. او اسم اصبح او امسة او تظل حسب الفعل اللي جايلي في الجملة. والخبر هيكون خبر كان منصوب برضو سواء كان او احد اخواتها. تمام? وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.